بسم الله الرحمن الرحيم وبينستعين مع بعض في اليونت الثالث من كولس سيكوريتي بلاس الميديول ده بيتكلم على الاثنتيكيشن عموما و هنتكلم فيها على ثلاث حاجات الاثنتيكيشن فاكتورز و الريكوارمنتز بتاعتها الاثنتيكيشن سيستمس و الاثنتيكيشن سيستم القصة بكل بساطة هي ايه ان احنا في الشرطر ده عايزين نتكلم على عملية التوصيق ازاي عملية التوصيق ما بين الطرفين بتكون موجودة يعني ازاي تتأكد ان انا ياسر وتتأكد ان انت سي مثلا احمد فازاي انا اتأكد ان انت احمد وتتأكد ان انا ياسر دي الفكرة بتاعت الاثنتيكيشن بكل بساطة لان انا وصق الشيء و ده مش لازم اكون ما اتكلم على افراد يعني ممكن يكون الكلام ده مثلا من الكلام على تو سيربرز عايزيني اتنتكيته بعض تو راوترز عايزيني اتنتكيته بعض اني تو انتبايزز عايزيني اتنتكيته بعض اني سيرفيزز عايزيت نتكيت نفسها يعني بمعنى اخر خاصة مش محصولة على الاشخاص فقط عموما احيانا في عالم الاثنتيكيشن وخصوصا لما نيجي نخش في الموضوع دوت منلاحظ ان دايما بيبقى في عندنا حاجة اسمها التريبل اي سيرفر او الاثنتيكيشن اتريزيشن اكاونتنج سيرفر الفكرة بتاعت السيرفر ده بكل بساطة مبنية من المصطلح نفسه ان انا قال لك انا عندي عشان اسيكيور اي ريسورسز عندي تلات خطوات مطلوبة جدا الاثنتيكيشن 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 بكل بساطة زي ما اتفقنا ان انا اوصق الطرفين او لو انا مثلا سيدي ان انا عايز اخش على الدومين عامتي هكتب اليوزر بتاعتي اللي هي اليوزر نيم والباصل لما هكتبهم انت كسيرفر هتعمل لي اثنتيكيشن وتشوف والله انا موجود عندك في الداتابيس بتاعتك والله لو موجود خلاص اذا تمت عملية الاثنتيكيشن ولكن بيبقى معها ايضا عملية الاثنتيكيشن يا ترى انت صلاحياتك ايه ايه اللي تقدر تعمله و ايه اللي ما تقدرش تعمله وبعد كده بيبقى في عندنا حاجة اسمها ايه الاثنتيكيشن طب يا ترى انا مش المفروض اسجل انت امتى عملت الوجين وامتى عملت الوجوف والساشن بقى نفسها الفترة الزبنية من ساعة ما عملت الوجين وعملت الوجوف مين سميها الساشن الساشن دي الديوريشن بتاعها قد ايه وممكن يصل الامر كمان ان انا اشوف انت عملت ايه اثناء الساشن ده الاكاونتنج ازن زي ما اتفقت معاكم من شوية اليوزر كريدنشل هي مقصود بها اليوزر اكاونت طيب اليوزر اكاونت بيبقى طبيعي يوزر نيمو باسورد فيه اشياء كتيرة مننصح بيها اسلام انت بتختال الباسورد بتاعتك وبتتعامل معاها دي بعض الاشياء انه طبعا يكون الباسورد بتاعتك معقدة ما تقلش عن تمانية كاركتر يبقى فيها كابيتل لاتر وسمون لاتر حروف كبيرة وحروف صغيرة يبقى فيها كاركترز وفيها يبقى سوري فيها سيمبلز وفيها نامبرز وفيها ارقام وفيها رموز على قد ما تقدر يعني ما تستخدمش باسورد سهلة جدا مثلا ممكن اللي افتح ايه ديكشنري بتاع اللغة مثلا زي اللغة بتاعتنا الانجلش اللي هي بتاعت المجال نفسه وافتح حوالي مثلا انت واخدها من الانجلش ده ما ينفعش يعني اه اه امسوري انا مش بسجل من الجهاز بتاعي فده هي هيولد لنا كده قصة اه اه اوكي اه طيب اه فاريت تقلو الخمس خطوات دولا اللي موجودين هنا او الخمس نصايح اللي هنا اه طبعا الباسورد لازم تغيرها كل فترة مزيتش عن اه من 30 الى 60 يوم طبعا ولازم تغيرها من فعش تفضل منها موجودة وهكذا يعني ويعني لو غيرت الباسورد اه سيني تقنيتك تستخدم باسورد مثلا اه اي اي باسورد الباسورد دي انت غيرتها في شهر فبراير ما تستخدمهاش تاني غير بعد بعد ما يعدي فبراير السنة اللي بعدها اه اه بعض الناس بتحاول تعمل باسورد بحيس يعملوها اه اه بياخدوا اول مثلا حرف من اغنية واول حرف من اسم كتاب وهكذا اه ويجمعهم مع بعض فيبقى عنده كده ما يسمى بالباس فريز اه اه او يعني ايه زي كلمة سر متاخدة من سطر كده اه ايضا واحنا لو هنتكلم على الباسورد احنا لسه هتكلم عليها كمان كتير لسه في اخر اليونت اه برضو لازم تبقى انتو عارفين ان احيان بيبقى عندك باسورد كتيرة جدا فبتبقى محتاج باسورد منجمان تول اه 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 بتحط فيها كل الباسورد بتوعك وبيبقى هي ليها باسورد واحدة وخلص انت بتستخدم الباسورد الواحدة دي اه بدلا عن كل باقي الباسوردات الاخرى بتفيل حيه باسورد منجمان تولس كتيرة حابقى اه شاولوكو على بعض متى الاثنتيكيشن فاكترز الاثنتيكيشن فاكترز او عناصر الاثنتيكيشن هي كالتالي something you know something you have something you are اه حاجة انت عارفها اه اه حاجة انت موجودة معك اه حاجة فيك انت كده ايه بالعربية عشان دايما هنمقول ايه لو ناخد الدنيا بالانجليش بتبقى احسن في العالم في الاي تين something you know شي انت عارفه زي مثلا كلمة السر او البن كوت بتاعك something you have اه حاجة انت معاك زي السمارت كارد مثلا معاك سمارت كارد هتحطه مع كلمة السر something you are حاجة فيك انت زي بصمة صباعك العين اه وهكذا بل قصحية العين او اه صوتك نبرة صوتك كل دي ممكن احطها something you are اذا انا ممكن يبع عندي one factor authentication one factor authentication اللي هو ايه ان انا هستخدم فاكتر من التلاتة دولة اللي انا قد بتكلم فيهم اللي هما دول استخدم واحد من التلاتة دولة لو استخدمت واحد من التلاتة دولة بغض النظر ايه هو يبقى انا كده اشغال one factor زي مثلا استخدم user name و password user credential او استخدم bin code او استخدم fingerprint او استخدم smart card بس المهم هي حاجة واحدة منه وممكن كنت استخدم two factor authentication سي مثلا طلبت مع ان انا استخدم something you know ال password and something you have smart card اللي في جيبك هتطلعوه تحطوه في smart card reader عشان تقدر تخش على الجهاز احيان بعض الاجهازة بتم مرتبطة بهذا الدفايز وحتى كمان لما بتحط smart card ما ينفعش ان انت تشيلو الا لما تعمل log off من السيشن بتاعتك وحتى الويندوز في ال group policy عنده بعض ال settings الخاصة بايه اللي حنعمله لو ال user ده عمل كده يعى لو شدل smart card هنعمل عليه شد نعمل log off كباري ولا وهكذا طبعا حقيقة group policy وكلام ده هنتكلم عليها بالتفصيل في ال units اللي جايه three factors باسورد باسورد smart card وممكن finger print بتاعتك حطها في time print reader وهتمشي معنا القصة ويبقى استخدمنا التلاتة mutual authentication يعني معناها ان الطرفين يؤثنتوكيتوا بعض انا اتأكد انك انت فلان وانت اتأكد ان انا فلان دايما بتبقى عندنا مشكلة في ال authentication ان يا طرى لما انا ببعتلك username والباسورد بيمشوا في الشبكة ازاي هل بيمشوا blend text يعني مش متشفرين لو ماشيين blend text ممكن واحد يكابشر الترافيك ده يلقطو يعني ويبعد يبدأ يتفرج عليه فيشوف الباسورد وليوز انهم بتاعتك حواريكم الموضوع ده في الجانب العملي مش عارف يعني هو المفروض اليونت ده في جزء نظري اللي هو مشروحه دلوقتي في جزء عملي الجزء العملي هحاول بقدر ممكن هو يخلص مع الجزء النظري بحيث تشوفه فيديوهات اليونت كلها مرة واحدة هحاول بس انا عايز كنت افرقه فعلا ازاي نفتح الوارشارك ونشوف كده اتنين بيكلموا بعه ويوزر نيم وباصول بيتبعته بلين تيكست هتقولي تاب الراجل اللي قاعد ده بيعمل ايه بيعمل حاجه ما تسميها منزميد الاتاك او الام اي تي ام بيعمل منزميد الاتاك وهو في الحالة دي على فكرة منزميد الاتاك له انواع كتير يعني هو ممكن يكابشر الترافيك في الحالة اللي انا بتكلم فيها دي كان ممكن مسلا يخلي الترافيك يريد اي راكت لي هو وهو يبعت الترافيك بتاعك لويب سيرفر مسلا بقى هو زي وسيط في النص عامل زي البروكسي كده ولكن هو عمل يلقط وبيعرف انت ايه اللي بيجي لك ويلي بيطلع من عندك ايه فدي مشكلة من ضمن المشاكل اللي لازم نحطها فيها الكونسدريشن عندنا ويحنا منتكلم على الباصورت طبعا من اهم البرامج اللي ممكن نلقط بيها الكلام ده هو الواير شارك وحفرك هولكو طبعا مايكروسوفت عاملة مايكروسوفت نتورك مونيتور كبديل لي وقال شركة كان زمان منسميه الاترل هنتفرج عليه وبردامج مهم جدا لازم تفهمه لازم تشتغله عليه مش عشان الامتحان على فكرة عشان مجال السيكوريتي نفسه انه ما عشان الامتحان انت مغرد تعرف الاسم الكفاية الا بقى لو حانا قدت بتمتحن سي اتش أو حاجة حيبقى ممكن يسألك شوية في الفلترز بتاعته بس انا في الجالب العاملي حاولوه لكوية نيجي نتكلم عن الاثنتيكيشن سيستم الحقيقة بسرعة كده في عندنا مايسمى بالايدنتي بروفنج الايدنتي بروفنج هي بكل بساطة ايه قالك انت لو وقفت في لاجنة او في تشيك بوينت وطلب منك الهوية بتاعتك او البطاقة انا لو انا شورتي حاخد منك البطاقة ابص عليها وبعد كده ابص على وشك مسلا انا كده معمل ايه فيس توفيس بروفنج انه اه لا ده انت فلان فعلا اللي صرته في البطاقة اه طبعا في الدول المتقدمة شوية ممكن كمان انا مش هعمل كده بس لا ده رح خش عربية الشرطة بتاعتي وهي احط اسمك لو انا بقى عايز اتأكد واتصل بالداتابيس بتاعت الـ central office بتاعنا واشوف بقى الداتابيس بتاعتهم بتقول ايه عليك اه الحقيقة انا مش حايز اخش للتفصيلة دي انا عايز اخش في تفصيلة ان انا في الطبيعي بتديني البطاقة بتاعتك او الهوية انا مبص عليها ومبص على صورتك انا في ايدنتي بروفنج هنا طب انا هعمل الكلام ده ازاي في علم الكمبيوتر لو انت بتكتب روزر نيم وباصل قالك في ايه بعض الحلقات اول حاجة انا ممكن استخدم استخدم ما يسمى بالستاتيك كي بي ايه او الفكرة بكل بساطة ان انا هروح سألك سؤال السؤال ده المفروض يكون مثلا الاسم الميد نيم بتاع بتاع your mother مثلا او ال city بتاعتك فانت المفروض لو انت عارف فعلا لو انت فعلا فلان هتبعارف اسم التاني لولدتك ايه او اسم المدينة بتاعتك ايه مسلا اللي انت طلقت فيها مسلا وفيه الديناميك كي بي ايه اللي هي اه بقى انا بكل بساطة يعني يعني ياريت الجهاز ده غريب او ماشي اه الفكرة بكل بساطة ان في الديناميك كي بي ايه اه انا هسألك سؤال بس الحياة من مجموعة اسئلة يعني هيراندم كده اختار سؤال وادهولك كمان في عندنا ال out of band identification اه انا نطلع برا مفهوم اه ال channel اللي احنا مستخدمينها وبنتكلم فيها مع بعض يعني انت مثلا ساي اه بتعمل ايميل في جيميل وده نموذج لما يسمى بال out of band identification اه انا بعتبره كده انت اللي بعمل ايميل في جيميل ايه اللي بيحصل انا لما بعمل ايميل في جيميل ايميل في جيميل بتاع جوجل بيقول لي طب او كي ياريت تي حطيلي رقم تليفونك وحبقاتلك sms هتلاقي فيها رقم ياريت تدخله في الصفحة كده انا بعمل يعني identity proofing من النوع out of band identification single sign on single sign on هو بكل بساطة ان انا اقدر يبقى عندي single sign on اقدر اخش بي على اكتر من حاجة الكلام ده ممكن تلاقوه فين ممكن تلاقوه مثلا في عالم microsoft في windows باسي اه سوري في ال hotmail اصلي انه مثلا انا في ال hotmail ممكن يبعندي ايميل على ال hotmail ايميلي على ال hotmail ده ايميلي لل hotmail في نفس الوقت اه لو مايكروسوفت عاملة صايد ليه الناس سرتفايد بتوحق انا هقدر اخش بنفس الايميل دوت اه لو عاملة حاجة تانية اه مثلا خاصة بالسرتفايد سرينيلي بتوحق برضو هقدر اخش بنفس الاي بي دوت وهكزا اه ازا الحقيقة انا بسنجل sign on اقدر اخش على اكتر من حاجة بدل ما انا محتاج ان انا اعمل اثنتيكيشن و ايدنتفايد ميسيلف كل مرة اه ممكن على فكرة ده ممكن كمان تشوفوا فين اه انا بقدر اقول ان ال single sign on موجود عندنا في عالم الويندوز نفسه انت لما بتيجي تعمل يوزر نيمو بسرور لما بتكتب الوزر نيمو البسرور بتوعك وبتعمل تنتيكيتد على الدومين والسيرفر بتاع الدومين بيقولك اه انت فلان هل بعد كده اثناء السورشان بيتطلب منك حاجة مبيتطلبش لان انت دخلت بطريقة single sign on ايضا باستخدام بروتوكول الكريبورس اللي هلتكلم فيه كمان شو اي الفرق ما بين الدومين والوورك جروب الحقيقة انا بس عايز اتأكد من حاجة كده طيب اوكي اها دي كده ماشي جميل قوي انا حقف على الفيديو دوت وحشو حركوا دلوقتي يعني ايه دومين وورك جروب بسرعة بعد كده حكمل الجزئية لثيوري تاني انه واضحا السلايدات دي مش يعني فيه سلايدات احدث انا كنت اعملها لليكم فعلشان بس ايه الجزئية اللي جاية بتاعت البروتوكولز والكلام دا عايز اكلمكم فيها باستفادة مهم اه قبل بربح للنقطة دي خلينا نتكلم ايه معنى دومين وايه معنى وورك جروب شوفوا الموضوع ده مهم جدا علشان تقدروا تفهموا الاثنتيكيشن بيتم ازاي في انظمة مايكروسوفت في الورك جروب كل جهاز هو مسؤول عن نفسه كل جهاز هو بيقدم خدمات وبيستفيد من خدمات الاخرين يعني بيقدم خدمات الاخرين وبيستفيد خدمات الاخرين في الورك جروب اليوزر نيمو الباسورد اللي بتكريتهم بيتخزنه عندي انا في جهازي في فايل اسمه SAMFileOut لما بتجي تكتب اليوزر نيمو الباسورد لازم تكون قاعد على الجهاز اللي انت انا بكريت لك عليه اليوزر نيمو الباسورد وانا كويندوز اللي موجود على نفس الجهاز انا اللي هعمل لك اثنتيكيشن وتأكد من السم فايل هل انت فلان ولا لا ده عالم الورك جروب في عالم الدومين لا انا اليوزر نيمو الباسورد بتوعك حيث كريته في منطقة مركزية هو السيرفر نفسه هو الدومين كنترولر نفسه اوكي اللي نزع عليه الاكتف ديركتري اوكي اللي ده اكتف ديركتري على فكرة ما هي الا داتابيز قاعدة بيانات يعني بحطوط فيها يوزر نيمو الباسورد بتوعك اوكي فلما انت بتيجي تخش من اي جهاز شوفوا ده اول اختلاف ان انا ممكن اعود على اي جهاز لان الجهاز نفسه لوكالي مش هو اللي هعمل لي التنتيكيشن لأ ده فيه سيرفر هو اللي هعمل لي التنتيكيشن فبقعد على اي جهاز اكتب اليوزر نيمو الباسورد يتبعتوا ليه السيرفر السيرفر يبدأ يشيك عدتابيز بتاعته الاكتف ديركتري لانتي دي اس دوت دي اي تي ويشوف والله انت موجود ولا لا اه لو موجود انا ببعث لك ابروف بقولك انت موجود وانتهت التصم دي فكرة الدومين طبعا فيه بروتوكول بيعمل الكلام ده في الورك جروب وفيه بروتوكول بيعمل ده في الدومين وده اللي هنشوفه في الجزء التاني من يونت 3 برضو استيلاحنا في الثيري في الجانب العاملي حتى حوريكو ازاي ننزل الدومين عشان كنت عايز اتكلم على شوية حاجات فيه شوفكو ازا في الفيديو اللي جاي بسم الله الرحمن الرحيم وابين استعيني نكمل بعض جونت 3 اه 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 اوكي 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 الاتينتكيشن بروتوكول اتفعنا ازا ان ال 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 محتاجين بروتوكولات عشان نحقق عملية ال ال اثينتيكيشن ده فيه عندنا الكريبرز فير جون 5 وده بيشتغل على ويندوز 2000 من اول ال 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 حاد اخر حاجة اه مميز جدا في بيئة الدومين او بمعنى اخر مش مش اليوزر اكاونت اللوكالي يعني لو حاجة لوكل لك لان ما ليش داعا بالكريبرز الانتي الام دولة اللي بيستخدمه كانوا ايام الانتي فور ونسخ الاقدم من الويندوز وكمان بيستخدمه في عالم الوركجو طيب في طبع الحقيقة اخرى هنتكلم عليها في مصاري الكورس زي التكاس بلس زي الريدس دي الحقيقة الالداب سيستم نفسه الالداب سيستم هو اي اكتف ديركتري اي سيرفر عليه اكتف ديركتري او ديركتري ابليكيشن هو بيستخدم الالداب فهو بيستخدم الالداب سيستم المهم ان البروتوكول السي عندنا في عالم الويندوز هتبقى الكريبورس والانتي الام الانتي الام فكرتو بكل بساطة انا حيبع عندي سام داتا بيز حيبع عندي داتا بيز مركزية على نفس الجهاز بيتخزن فيها اليوزر نيم والباسو بعكس اللي ممكن نشوفه في الكريبورس لما بيبقى عندي امكانية ان انا ابقى عندي الحاجة دي على دومين وعلى اكتف ديركتري الانتي الام اذا في عالم الدومين كان بيستخدم في الورك جريوب اثنتيكيشن احيانا لما يبقى فيه انتي الام تراست ببين السايتز دي برضو موجودة لو الفايروول بيبلوك الكريبورس وفيه عندي يوزر موجود في حتة والسيرفر موجود في حتة وفيه فاروول في النصف فبيبقى الانتي الام سلوشن او حل بديل للكريبورس الانتي الام الحقيقة هاش لان هو بيهيش الحاجة بمعنى اخر الانتي الام بيعمل ايه بياخد الكلمة السر بتاعتك يقسمها اتنين ويروح اعمل لكل جزء هاشنج ويروح مخزنهم في السان ده من الاخر اللي بيعمله فالهاش بتاعه ايزي تكريك باستخدام البروت فورس اتاك او هجومات التبديل والتوافيق البروت فورس اتاك اللي هي هجوم التبديل والتوافيق ان انا قعد ابدل وقفق كده لغاية ما تيجي معايا كلمة السر او تيجي الحاجة صحة اجرب كل الاحتماليات فيه برامج مفيدة للبروت فورس في الحالة دي زي الكين مثلا الانتي الامة معروف ان هو لما بيجي يهيش الكلمة السر بتاعتك بعد بيقسمها الجزئين وكل جزء بيهيشه بيرجع يشفر الهاشنج ده بDSK طبعا DSK زي ما احنا شوفنا هو مش قوي قوي من ايام من ايام كلنا من التكلم في الانكريبشن والكروبتوغرافي فزي ما اتفقنا هو بيقسم الكلمة السر بتاعتك لو احبيت اشوف سام فايل على فكرة اللي بيبقى موجود هنا انا مش حادر اشوفه انا ما عنديش امكانية ان انا حادر اشوفه بايه ولكن ازا حبينا نشوف السام فايل اللي بيبلوكيتد في المسار ده اه فبيبقى بالشكل بالمنظر ده ودائما منشوف هنا اليوزر نيم واليوزر اي دي و الالم هاش والانتي الام هاش بتوعه عموما الالم هاش هاسبين ديسيبل ان ويندوز فيستا و سبعة و ممكن تشوف بدالهم منطقة فاضية باعتبار انه هو بروتوكول خلاص بقى قبل الانتي الام مكان اه زي ما اتفقنا الخطوات دي هنا بتشرح ازاي هو بيقسم كلمة السر اه اه كلمة السر بالنسبة للانتي الام مهمة جدا هي ما نفعش زي دي على اربق خمستاشر كاركتر يعني لو انك عملت كلمة سر ستاشر كاركتر يبقى ما نفعش استخدم الانتي الام وخالص لازم هستخدم الكريبورس اه الانتي الام ما بيفهمش اكتر من خمستاشر كاركتر لزلك اه كلمات السر الزغيرة اه ممكن هتعامل معها بالانتي الام ولكن الكبيرة بتبقى صعبة جدا اه لزلك بعض الانظمة لو شغالها انتي الام بس تلاقيهم بيقولك كلمة سر مش بس احنا ما بتصبرتش كلمة سر اطول من خمستاشر كاركتر المهمة هو اللي عايز يقولك في السلايد دوت ان لو انت كلمة سر بتاعتك تسعة تسعة كاركتر طب انا عندي ماكسموم خمستاشر طب الستة اللي فاضلين دولا حنعمل فيهم ايه الستة اللي فاضلين ممكن نحط بدالهم مينس كده مينس انتو شايفين نال بلانك نال ذلك كاركتر في الحالة دي هو بيفهم على طول ان جزء ده بيوازي الباقي من يعني انا عندي كلمة سر التسعة والمفروض ان الكبسة بتاعتي تبقى اربعتاشر كاركتر اوكي ده اعلى حاجة يعني ما قدرش عامل اكتر من اربعتاشر وخمستاشر ده يعني خمستاشر ده الرقم اللي هي لازم تبقى اقل منه يعني لو احنا هايزين اعشان بس ما تكونوش فاهمتوني غلط هي أربعتاشر بصر وخمستاشر ده اللي هو انفعش يعني نازم بقى نستخدم برتوكول تانى غير اللي انت اقلق vogوع كلمة السر نما Butt تقسم ليه لما انت هتعملها و هتبقى تسعة كاراكتر طيب انا عندي المفروض كلمة السر تبقى من 14 و نازل بس لما اجي بشفرها بشفرها على اساس ان هي 14 هتقولي طبعا انا عامل كلمة السر التاسعة هقول لك اوكي الستة كاراكتر الفاضين اللي انت اساسا ما فهمش مش موجودين اساسا انت بختار تهمش انا هحط بدلهم العلامة دي واروح جاي مقسم بقى الكاراكتر بتاعتي بالمنظر ده هاخد اول سبعة تمام واشف واعمل لهم هاش واخد الواتفر بقى شوف انت كان باقي قد ايه اخينا مسلا في المسال ده ستة والعاجة ومعهم بعد كده النال البلانك وتقسموا ليه اتحولوا ليه هاش بعد كده بقى اعمل بالDS بقى تشفير ليه السطرين دولة تمام طبعا هنا شوفوا ده الهاش بتاع كلمة السر عموما اللي انا قد تعملها لها لها سي مسلا هنا كانت 123456QW دي كلمة سر اكي طبعا الـ anti-lm vulnerability عالية جدا بغض النصر كنت بتكلم على version 1 او version 2 من السهل جدا ان هما يكسروا ببرامج عديدة هاكلمكم على البرامج دي كمان شوية ولكن هي سهل جدا ان هما الحقيقة يكسروا عشان ندسابل الـ lm الحقيقة يعني استخدم password اكتر من يعني تكون متجاوزة للرقم 15 من 15 وطالع يا اما مضطر انك انت تخش على الـ 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 هنتكلم عن يعني ايه الـ على فكرة لما نتكلم عن الـ group policy اعزلنا في شابتر 5 حاجة زيك ايه فانت ممكن تخش المصار ده وتـ واتـ وتسميه نو الـ وكان ممكن تخش على الـ group policy وتستعمل تروح على المصار ده وتعمل disable الـ الاختيار اللي قدامنا علشان مايبقاش عندي الـ don't store manager hash value في الماشين دي يعني دي الطريقة بتاعة التأسيم اللي اتكلمت عليها الكريبورس 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 هو current version 5 حاليا افضل بكثير بعد ده مافيش بقى القصة بتاعة الـ وده هو ده اللي بيستخدم في عالم الدومين اكتر الحقيقة اللي عملته المؤسسة التعليمية الانستيتيوت التعليمية الكبيرة له فكرة في التعامل بتاعته ياريت تركزوا معايا فيه يعني لو ركزتوا معايا فيها هتفهموها مهمة جدا انا عندي جهاز وعندي سيربر الجهاز في حد محتاج يعمل اثنتيكيشن لنفسه فعايز يبعد طلب للسيربر الحد ده ممكن يكون مين ممكن يكون خدمة ممكن يكون يوزر ممكن يكون جهاز الجهاز نفسه في النهاية الحد ده اللي هو يا يوزر يا سيرفس يا هست ما سميه برينسبل ما سميه ايه خدوا بالكم برينسبل والاسم البرينسبل اه عشان يقدر يفهمه السيرفر اللي انا هنا مسميه ايه اس معلش هفهمكو دلوقتي يعني هو الاثنتيكيشن سيرفر الاثنتيكيشن سيرفر او السيرفر بتاعنا عشان يقدر يفهم البرينسبل نيم لازم اللي انا لازم يتبعث له بالطريقة دي يعني لو انا كنت اسمي ياسر وعضوه في جروب الدومين at nh.local هو انا هفهمك كده انت مش شرط ان انت تعمل ده يعني انت في الطبيعي ممكن كبيرك تكتب ياسر at newhorizon.local او اسم ال الدومين بتاعك ايه cptme ممكن تكتب كده وممكن تكتب حاجة تانية خالص ولكن في النهاية انت هتكتب بالطريقة دي بس انا كسيرفر هفهم بالمنظر ده هشوف اسمك يعني لما تيجي انت تبعث لي المعلومات هشوف هتبقى ببعض تالي بالشكل ده اسمك ال group اسم الدومين و كده انت ممكن بقى روح اشيك انا كاثنتيكيشن سيرفر وهشوف انت موجود عندي ولا لو كان بروتوكول طالب منه حاجة حول bob.bc1.nh.local بس لاحظوا هنا لما منيجي نستخدم بروتوكول لما بروتوكول بيطلب ده لازم بيبقى هنا اسم الجهاز بالfull qualified domain name بتاعه على الرغم ان انا هقول له قات اسم الدومين تاني هو بيفهمه كده مناش دعم ده البرينسبل البرينسبل هو ممكن زي ما انتفقنا يكون user service او host طيب السيرفر بقى السيرفر ده اللي انت بتكلمني عليه انت قلت لي اسمه authentication سيرفر اه هو الحقيقة له اسم تاني افضل منقول عليه key distribution center او الكي دي اس الكي دي سي هتقولي بس احنا عارفين ان هو اسمه انت زي 28 ما اكتب ده هقولك ماشي بس لما بنيجي نتكلم في عالم الكريبورس الترمنولوجي مختلفة شوي اسمه كي دي سي طيب الكي دي سي ده في ايه في خدمة بتخليه ان هو يشتغل authentication سيرفر وفي حاجة تانية اسمها TGS او Ticket Granting Server Ticket Granting Server يعني قدرته ان هو يقدر يكري التكتس ويديها للناس يقولهم اه انت فلان اه انت لما بتيجي تعمل authentication وتقوله انا اسمي ياسر والباسر بتاعتي كذا هو بيعمل لك authentication و ايه بيبعت لك ايه مثلا بيبعت لك فلطية تقولك انت والله اه لا انت تمام لا بيبعت لك Ticket طيب وفيه DataBase اللي هي Active Directory طبعا بيشيك عليها بيشوف والله انت فلان فعلا ولا عشان اقدر اديك Grant Ticket Grant Ticket ليك يعني ولا اذا هم دولة التلاتة AS DGS Database بيكونولي ال KDC اللي هو مين السيرفر بتاعنا طيب ال Client بتاعنا او اللي هو قاعد بقى اللي هو ال Principle بتاعي عمل ايه Request Ticket Granting Ticket او هو بيريكوست TGT اوكي بيريكوست Ticket Granting Ticket السيرفر هايقوله ايه هايقوله اوكي انا هبعت لك TGT valid خلال ال Current Login Session بتاعتك ومش محتاج تري انتر الباسورد بتاعتك في اي حد single sign on مش محتاج انك انت خلاص انا عمل تلك authentication بالصلاحيات بتاعتك بكل حاجة يلا هتفضل ايه تيكت دي حتى لما تروح تكلم حد تاني طلع له التيكت دي بس قوله انا افلان اهو طلح علي السيرفر هايقوله خلاص لا تمام كده دي الفكرة طيب السيرفر والبي سي دول مش موجودين في شبكة اللي هي مثلا قلت اسمها nh.local الشبكة دي منسميها الشبكة دي منسميها الريليم بتاعي هو nh.local طيب عندي هنا ملاحظة if two domain exist you'll have cross authentication يعني لو عندي two domain اه طبعا هايبقى في two servers و لازم يكلموا مع بعض اكيد وكل domain او كل الريليم الحقيقة لازم يكون عنده es و tgs او ببعنا اخر server بقى عنده active directory وشغال بقى kds distribution center فيه شغالة مامية و اه لو انا هروح لريموت ريليم او ريموت domain بنسميه rgts او ريموت tgs sorry rtgs المفروض هنا t تبقى مهم اتفاقة النقريبور made by m-i-t الكريبور بيينكريبت ويديكريبت التكيتس وياثنتيكات الترافيك باستخدام symmetric keys زي ds والes وال3ds الكريبور دايما بيفوكس انه user is asked single sign on must prove their authenticity to client as well mutual authentication هو بيهتم جدا انه يبقى فيه mutual authentication يعني زي ما انت طلبت مني اعملك تكيت واتأكد انك انت اليوزر الفلاني والكلام الفلاني انا لازم برضى ابعط لك حاجة تدل ان انا السيرفر الحقيقي وانا domain controller اعلم في الشبكة هكذا فدي نقطتين اللي دايما الكريبور بيبركز فيهم service ticket or user ticket expired after 10 hours اي تيكيت انا هطلح لك لو انت كنت user او service او whatever انا ما بديها لكش يعني تعمل انت هتقولي تمانا السيشن بتاعتي انا قاعد بقى ثلاث ايام مش حامل logout هقولك لا هي ليه عشر ساعات 600 دقيقة ما ينفعش بس انت ممكن على فكرة ترينيو العشر ساعات دولة هتقدر تعمل لهم رينيو كم مرة الحقيقة لغاية 7 ايام بعد كده خلاص بعمل طب اقدر اغير في القيم دي او من group policy تقدر تروح وتروح للكريبورس وتقدر تغير كل الكلام اللي عايز يعرف معلومات اكتر عن الكريبورس هيروح على السايت دوت اللي عايز يشوف التيكت بتاعته ايوة انت حتى لو انت administrator بيطلع لك تيكت يعني انت استخالي ان انا معمل لوجين على active directory بالadministrator account بتاعي هيتعمل لي تيكت برضو من ال active directory طيب لو انت عايز تشوفها وتشوف التيكت دي اللي مدة عشر ساعات بقى لها قد ايه طبعا بيعداد تنازلي بقى ايه 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 طب ما هذا يعتبر null session ايه 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 وطلعل ايه 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 المعلومات دي كان ممكن اخليها مش ما تقدرش ان انت تطبقها حتى لو معايا في نفس النتور المشكلة انت هتقول لي طب ما ايه اللي انا حعرف اعملها رموت لي انا بيتنا في البلد دي وانت السيربر في البلد دي حقول لك ما انت من المفضل ان انت الشخص ده ممكن يعمل هاكينج عليك انت ممكن تعمل هاكينج على السيرفر ده ولما دخلت على السيرفر ده انت بقيت جزء من الشبكة الداخلية اللي فيها السيرفر ده فتبدأ تنفذ الاوامر دي على سيرفرات اخرى وتلاقيها بتستجبلك فليه ما نلغيش النال ساشن النت فيو على فكرة هي عبارة عن ايه هي هي الكوماند لاين لخاصية الجي او اي ان انت تفتح النتورك عندك وتلاقي الأجهزة بين عندك في النتورك بليس فانت ممكن تلقي خاصية النال ساشن عموما لان فيه اخد لها اكتر من امر انا ممكن استخدمه ويديني معلومات مهمة عن الأجهزة القدامي باستقبه ان انا اروح لازم انا كاتب هنا اروح لريجستري كي دوت واغير كيمة ترستركت انانومس لوحد هاينا في system tools جميل جدا هو برضو بيستفيد من vulnerability للنال ساشن بس في جزئية معينة من شغله هاينا يا جبيل قوي بتنزله تقوله يلا ديني معلومات عن كل حاجة موجودة عندي على الجهاز والاجهزة المجاورة زي ايه هي share folder اللي موجودة عندهم مين اليوزر مين كذا معلومات كتيرة جدا هاوروه لكم في الجنب العملي طيب هكتفي بالجزء ده وجزء الثالث من الجانب النظري بتاعنا في unit free هنتكلم فيه شوية على الباسورد وافكار بسم الله الرحمن الرحيم وبينستاين مع بعض في unit 3 نكمل مع بعض السيكيور باسورد الحقيقة احنا زي ما اتكلمنا في موضوع الاثنتيكيشن في اثنتيكيشن بروتوكول واضح جدا ان المانيبليشن او اللعب فيه كلمات السر او محاولة كسرها امر مهم جدا لذلك عايزين يتكلم شوية على موضوع الباسورد دايما الركومنديشن استخدم كلمة سر طويلة معقدة ميكس زي ما قلت قبل كده غيرها بشكل دائم change frequently ما تستخدمهاش شرطاني لو انت قد تستخدمها قبل كده كلمة السر ما تحط تكتبهاش change don't write it down ما تكتبهاش في ورقة او حاجة اتكلمت في البداية ان في بداية الفيديو في بداية اليونت عن ان في بعض البرامج اللي ممكن نستخدمها عشان تخزل لنا كلمات السر الكتير يعني انت بدلت يبقى عندك فيسبوك ويوتيوب وجوجل جوجل الحقيقة ويوتيوب الاثنين واحد دلوقتي لنفس كلمة السر ولفس الاكاونت بس عندك فيسبوك عندك الهوتميل عندك اي يوزر اكاونت فورمس في حاجات كده ففي بعض البرامج اللي مسميها password storage tool زي key boss last boss one password كل دي حتساعدك في انك انت يبقى عندك كلمة سر واحدة تستخدمها بس يكون برنامج نازل على الجهاز طبعا بتستخدمها وبمجرد ما استخدمتها عشان تخلي البرنامج يشتغل انت بتقدر تخش على الحاجات دي من غير ما تكتب البصورتات دي هي بتخزنها بالطريقة امنة داخل هذا البرنامج هل الكلام ده جميل انا مفضلوش طبعا لما محبش احط كل البيت بتاعي في سلة واحدة زي ببيه فاتحطتهم في برنامج واحد لو هو قدري هيك على البرنامج ده هو اعرف كل بصورتات حياتك دايما نستخدم اقل صلاحيات وخلي لو انت ادمنستريتور خلي يبقى الناس بتاخد اقل الصلاحيات لو انت شغال بالويندوز خليهم بقى اقل صلاحيات ويوم ما نعوزوا حاجة هنعمل لهم run as administrator في الويندوز لو انت شغال لينكس اشتغل بيوزر standard user وخلي الروت يدخل عليه في توقيتات معينة طبعا تريد الدخول على الروت في الوينكس باستخدام او الOSX باستخدام السودو والس يو في الترمنال نفسه في الشكل فيه تولز كتيرة ممكن لو روحنا على openwall.com هنشوف تولز كتيرة بتعمل cracking للباسورد وطبعا كل ما كانت الباسوردات دي متشفارة والكيب بتاع التشفير طويل كل ما كان صعب بكسرها عموما بنوعاني من الباسورد برامج الباسورد جيسنج وفكرة الباسورد جيسنج هي ان انا اجس او احاول اخام من كلمة السر الحقيقة في عدة طرق للباسورد الدكشناري اتاك او الهجوم على زي ما احنا شايفين واحد اهو ماسك بيدرب التاني اهو هنا بديكشناري اوكي اي مشكلة هي طبعا تفكرة بكل بساطة انك انت بتستخدم باسورد هي عبارة عن كلمة موجودة في الدكشناري زي كلمة كات او ابل او وتبر فطبعا برامج الكسر بيجي معاها دكشناريز وانت ممكن تحط ملعبها ملفات تكست الدكشناري سوحيبه سهل جدا ان هي بسواني بتكسرلك لو انت بستخدم كلمة من الدكشناري البروت فورس اللي هي باسورد جيسنج سيستماكت لي يعني بطريقة نظامية كده بيتشيكين كل البوسيبول ويز ان ممكن تبقى دي الباسورد بتاعتك وبيحاول لي ان هو يكتشافه يعني لو انت قلت له مثلا كلمة السر المقونات بتاعتي من ثمن حروف وممكن يكونوا كابتة لو ممكن يكونوا سمول ممكن يكونوا هيبدأ بقى يجرب بقى وخد انت بقى وخدرة جهازك على على البروسيسنج العملية دي طبعا عشان كده في بعض الاحيان لما بيبعندنا جهاز يجي يقولك ايه كلمة السر دي اه هي صعبة تتفك بس لو عندك جهاز في بروسيسورز عالية جدا وسوبر كمبيوتر يعني مثلا بتكلفة مليون دولار لأ ممكن في الحاجة دي احنا في يومين نكسر كلمة السر دي بقى في حين الجهاز العادي ممكن يكونوا تاعت شهور او شهرين او اسبوعين او هكذا ريمبو تيبل هي بتحاول تكسر او بتكراك الهاشز الحقيقة اللي معمولة بالم دي 5 اللي معمولة بالانتي الام الانتي الام تيبل برضو بيستخدم الانتي الام عموما بيستخدم الهاشز يعني الانتي الام مش 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 هاشنج ماثود طبعا تعرفين انه خلاس اتفاقنا ال Franck method md 5 S A 1 S A 2 ولكن الانتي الام اللي بقدر صورتات فيه بتتهيش فايضا كزاك حتى على فكرة بصورتات اللي بتتهيش على راوترات سيسكو او جينيبر او الكلام ده بتهيشة برضو بالم دي 5 اللي الانتي الام الرنبو تيبل قال لك ايه؟ قال لك انا مقعد اغرب احنا بقى هنجيب ايه؟ هنجيب مجموعة اجهزة ونقعد نغرب نشوف كل الكلمات يعني مسلا ممكن يجو الصبح يقول لك احنا نجرب كلمة ياسر كده الهاش بتاعها ايه؟ اه هو ده يبقى انت كده لو انت عندك كلمة سر ياسر خلاص الهاش بتاعها معروف موجود عندنا فالتيبل بيبقى كبيرة ممكن التيبل توصل لعشرين جيجا الفكرة بكل بساطة بقولتها طبعا عشان تدور في عشرين جيجا تعمل ما هي عاملة زاداتها بايز عمال بقى بتدور على كلمة السر بتاعتك ايه معا قابلها من هاشنج في التيبل دي طبعا بتاخد وقت بس استيل في برامج كتيرة بتساعدك على العمل ده في الالس بي في الكيل في برامج الحقيقة كتيرة جدا بتساعدني على الموضوع ده الماسك اتاك انك انت عارف جزء من الباسورت عارف طولها عارف ان مفهاش كابيتل لاتر مسلا فدي منسميها ماسك اتاك بيرت دي قتاك اللي هي فكرته قايمة على احتمالية واحدة اللي هي احتمالية ان قالك كل 23 شخص فيه احتمال 50% ان يبقى فيه اتنين منهم ليهم نفس تاريخة الولادة او لسين بيرت دي يعني فقالك لو طبقنا نفس القصة كل 23 كلمة سر من المفترض ان فيه 50% اتنين كلمتين سر شبه بعض يعني فكرة بتبقى موجودة ولكن مش فعالة جدا المسدس بتاع البروت فولس ده بتاع ايه اللي هو يعني عشان انت شوف انت لو ما بتعرفش تنشن فلو اديتك المسدس ده ولا البندوية دي مش عارف حابيه ساموها ايه وعدت تضرب في نشان معينة اكيد هتجيبه وانت عملت طلع 20 طلقة في البروت فولس كده تبديل وتوافق تبديل وتوافق لغاية بتلاقي القصة بعض البلامج اللي بنستخدمها في الكاس الباسور كيت الباسور كيت الجون دي ريبر ولوفت كرانك كمان ما ننساش الباسورد اللي بتتحط فيه البايس ودي مهمة جدا وبمكن تشيل البطارية من الماثر بورد طبعا تريكة الليجاسي المعروفة من زمان اوي تشيل البطارية الباسورد طبعا في الماثر بورد متخزنة بتتشيل بتتمسح ايه من كل السيتنجز اللي هي بتاعت البايس اوكي طيب نشوف كده راجع بسرعة على موضوع الباسوردات عشان بس بقى خلصته لكم اه الانواع الباسورد اتاك معتمدة على انت بتعمل ايه يعني نون الكترونيك اتاك مش محتاجة انك انت هتستخدم برنامج عشان تكسر كلمة سر لا انت ممكن تستخدم السوشال انجينيرينج واللي ده بيتضمن برضو ايه بصوا هنا ايه بيتضمن ايه شولدر سيرفينج ابص على واحد منه هو بيكتب كلمة السر دمبستر درايفينج ابص على الزبالة بتاعت واحد اكذا فيه الباسف اونلاين اتاك ان انا استخدم واير سنيفينج من ان دا ميدل اتاك اكافشار ترافك فانتا ايه وانا بكافشار ترافك برضو انا مفيش اتاك يعتبر اكتب بعمله على جهازك او على الكلمة السر اللي بتخزن على جهازك انا بكافشار يمكن تكون انت باعت حاجة فيها كلمة سر الاكتب اونلاين اتاك ان انا بقى ابدأ استخدم برامج الباسورد جيسنج اللي اتكلمنا عليها من شوية استخدم تروجن عشان تروح تجيبلي كلمة السر اللي ما يتخزن عندك اعمل هاش انجيكشن وهكذا وفيه كمان الوفلاين اتاكس الوفلاين اتاكس اللي هي مثلا انا عندي كلمة سر واعمل اعود اجيبها واسيب بقى ريمبو تيبو ليقعد يحاول يشتغل او البريكمبيوته هاشز البريكمبيوته هاشز هي شبه الريمبو الحقيقة بالظهر ده اوكي فكرة الوري سنيفينج زي ما اتفقنا اللي هي ما ننزمد الاتاك بيحصل وبيكابشر الترافيك البريكمبيوته هاشز زي ما قلت هي الريمبو تيبل واحدة منها ان انا هاشز قريتي جاهزة يعني هو بيقعد يشوف يعني مسلا هنا ايه بصوا كلمة السر دي ده الهاش بتاعها فانت كده لو استخدمت كلمة السر دي تمام اه واتعمل لها هاش الهاش بتاعها يبه هو ده خلاص ما الهاش حاجة تاني فطبعا لو انا عندي تيبل بيجي حط كلمة السر دي بلاقي ليها ما يقابلها اه الهاش سوري بحط الهاشة هي تمام ملايه اه ما يقابلها كلمة السر هنا فخلاص تتكشف هات كلمة السر اه كمان بعض الناس لما بتشتري ديفايزز او لما بتشتري حاجة من النتورك ديفايزز او الوبرينتك حتى سيستمز او بشابه من الاشياء الاخرى بيبقى في حاجات جاية معها اه اه يوزر نيم و باسورد اه جاهزين دولة ديفولت اوكي وفيه الادمسلاتور كتير ما تتخيلوش قد ايه بيسيبوا الحاجة بالديفولت سيتنجز بتاعته فطبعا فيه ويب سايت كتير اه الحياة دي منها هي فيه بعض البعض الدول بتمنع الويب سايت دايت يعني بتخش تلاقي البروكسي بتاع الانترنت سيربس بروفيدر مانعها بعض الويب سايت دايت عشان على الرغم انها هي فيها ايه هي فيها المسلا الشركة تري كوم مسلا ودي الموديلز اللي عاملها والفيرجنز واليوزر نيم والباسورد الديفولد اللي بيجوا مع الديفايز داوت مسلا هواوي كذا هي اد من اد من اد من الاكسس تايب بتاعنا ايه تنت لو انت داخل على تري كوم نيت بيلدور مسلا اس اين ام بي فبيبقى مالوش يوزر نيم والباسورد بتاعته كذا وها كذا لوفت كراك من البرامج المهمة جدا لكسر كلمات السيرب بتاعت ويندوز ايه من البرامج الفعالة الحقيقة جدا واللي بتقدر فعلا تكسر كلمات السيرب بتاعت the windows على whatever كنا بنتكلم على انتي الام باسورد او سان باسورد ولا اكتف دايةكتري باسورد او كريبوس باسورد طبعا اوف كراك نفس القصة مميز اوي في كسر الانتي الام باسورد لانهو بيشتغل على الريمبو تيبل كينان ابل سويس ارم بتاعتنا البرنامج الرهيب اللي اتفقنا بيعمل سبوفنج للائي بي سبوفنج للمك ادرس بيعمل مك ادرس بويزنينج بيعمل كراكينج للباسوردات بتاعت سيسكو الباسوردات بتاعت مايكروسوفت كل حاجة ريمبو كراك احد البرامج الاخرى اللي بتستخدم ايضا موضوع الريمبو تابل والحقيقة في عندي مجموعة كبيرة جدا زي ما احنا شايفين من البرامج في بعض مجموعة من الاشياء اللي بنقول والله عليت يا جماعة تعملوها مكتوبة هنا ممكن تقروها هي معظمها احنا اتكلمنا عليها الحقيقة اسناك في الفيديو ولكن في حاجة في الاخر مهمة قوي اللي هي لو انت شغال على جهاز لوكال مش دومين وعايز تأمن اللوكال يوزر نيمز اللي عندك في فايل اسمه سيسكي حتلاقيقه السيستم 32 ينشغلو هيطلب منك انك انت تكريت باسورد تكريتها باسورد دي هتيجي تطلب كل مرة انت بتيجي تفتح الجهاز على فكرة قبل ما تطلع الشاشة الولكم سكرين او الكنترول ديالاب او الكنترول سوري كنترول ديالاب كنترول دياليت شفت دياليت فالسيسكي من الحاجات الكويسة وبيقدر يشفر السام داتا بيز نفسها كمان هو بيقوم بتشفيرها مش بس كمان بيحط يوزر باسورد كده لازم تتكتب في اول الدخول على الكهاز اخيرا من المفترض ان يكون عندك بوليسي وحنا حنتكلم في بيوليت متأخر قوي ممكن 12 14 حاجة زي كده حنتكلم على الحياة مش فكرة على الشابات اللي انا عطعت فترة عنكم هنتكلم فيها على سيكوريتي بوليسي المهم فبيقولك المفروض ان انت هتعمل بوليسي تكون strong قوي الحقيقة يعني هو هنا حاطت regulation كتير قوي بحيث انك انت يعني بيقولك انت تعمل termination للموظف يعني انا ممكن اعمل termination للموظف لو حاب ينزل shareware لو عمل scan على الشبكة لو بعد spam لو عمل disable virus scanner بتاعه اه تقيلة يعني طبعا انت ايه اه 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 يعني دي هم حطينا اه اه احنا كده خلصنا فاضل عندنا اليونت الجزء العملي لليونت دوت هورروه لكم فيديو هنجرب اه عدة اشياء كده بعض من applications اللي اتكلمنا عليها شوفكم على خير اشتركوا في القناة